لا يهدأ، لا يكل، لا يتعب، وضع النصب عينيه 10452 كم مربع. يوقع ورقة تفاهم مع المسيحيين، يشتري أرض المسيحيين من ليسا إلى جزين، يصادر كنائس المسيحيين، ويحول أرض الآباء الأنطنيين مصلى للمقاومين الإلهيين. هو حزب الله المتعجرف في طرحه وتصرفه وسياسته وعسكرته، يحاول إخضاع البنين وتطويع خصوصيات الآخرين. في مؤسسات تربوية دينية بهذا البلد، هذه المؤسسات الدينية تابعة لمجموعات لبنانية متعددة، في واحدة مننا للمورنة، واحدة مننا للكاتوليك، واحدة للشيعة، واحدة للسنة. إذا نحن بدنا نبني هذا البلد بالشراكة الإسلامية المسيحية المتكافئة، وبالاحترام المتبادل لبعضنا بعض، أنا عم بدعي الآخر يحترم لي هوية هالجامعة، ويحترم لي انتماء للكنيسة المارونية، ومش أنا كقوات، أنا كأربعة عشر أدار عم بطلب هالطلب، وبنفس الوقت أنا عم بتعهد أمام كل الآخرين، إنه هالبلد إذا بدنا نبنيه بالشراكة الكنت أنا عم بحكيها، كمان أنا مش مكره، لا بل مرفوع الرأس، بتعهد كمان نحترم الخصوصيات الأخرى لأيمؤسسة عالمية أخرى للآخرين، لأنه إذا واحد معه أربعين ألف صاروخ، ما في حول من الأنطونية الضاحة الجنوبية، بكل بساطة، وإذا هني هلقد مستقويين على كل العالم، وبكل شي، بعد ممتنا نحن بعدنا طيبين، وبعد فينا نحكي، وبعدنا عايشين، وبعدنا متحلفين مع بعضنا، وبعدنا ممس على الأقل نص اللبنانيين، عايشين بزهو، نحن مش عايشين بإنكسار، فهيك تمروا خلسوا واحدة يحس فيها، ما راح نقبل فيها، وما قبلنا فيها، وما قبلنا فيها، لأنه هي هو المشروع اللي جمعنا بالأقساس بـ 14 أدار، أن نكون مسلمين ومسيحيين، إلى أبد الآيب الدين، آمين، بالمناصفة والشراكة الكاملة والحقيقية، هم مجموعة من طلاب، لكن طلاب درجة أولى، هم طلاب حزب الله، لهم ما ليس لغيرهم، ولا اعتبار لشيء، إلا بهم ومنهم، لا يعتبرون مقدسات، ولا يحترمون محرمات، نحن اللي عم نأكد عليه، أنه في خصوصية، يجب احترامها، هذه الجامعة تنتمي إلى الكنيسة المارونية، يعني، وقت الطلاب، بيقرروا ينتسبوا إلى هذه الجامعة، هن يعرفين تماما، ضمنيا، أن هذه الجامعة عندها هويتها، عندها خصوصيتها، عندها أوانين الداخلية، أو بيحترموها، هم ليسوا طلاب شيعة، بل طلاب حزب الله، في جامعة مارونية، يشكلون 40% من نسبة طلابها، لكنهم يتصرفون، وكأنهم في جامعة إسلامية، هم اليوم افترشوا ساحة من ساحات الأنطنية ذات الهوية المسيحية المارونية، وركعوا أمام كنيستها في مشهد تحدي، وبالأمس منعوا الأباء من وضع ترانيم عيد الميلاد، تحت حجة أنه عشوراء، وغداً، وصل جديدة من وصلات الاستفزاز لا نعرف تفاصيلها، وزمانها، ومكانها، نرجع نحن نأكد أن هذه الجامعة هي مسيحية، هي كاتوليكية، هي أنطنية، مارونية، فنحن نرفض على أي استفزاز حصل، هذا مبارح، ما أنه ممارسة لشعائر دينية، هي استفزاز عن طريق ممارسة وفرد ممارسة لشعائر بداخل حرم جامعة مسيحية، هو لبنان القائم على التنوع والتعددية، واحترام كل طائفة لخصوصيات الطائفة الأخرى، وطلاب الأنطنية هم جزء من التركيبة المجتمعية، التي تنقسم بين سيادي ومرهون، وبين تباعي وحر، جامعة حزب الله عم يجربوا، يفردوا تأليدهم، ونمط عيشهم، عنا بالجامعة، وهذا أول خطوة عملوها، هذا الشيء اللي كان، كان أول خطوة، من المشروع اللي عندهم بعدها، أول شيء منه تخطي، منه تخطي، صار اللي صار هو أنه الأخوان طبعنا، أخواننا من الطائفة المسلمة، حبوا يعملوا صلاة هون بالجامعة، والإدارة ما كانت، ما كان ساير فيه، كان ساير فيه سوء تنسيء صغير بالموضوع، الغوص في التاريخ اللبناني يؤكد أنه لا يمكن لأي طائفة أن تنتصر على أخرى، لبل يحتم الاحترام المتبادل لخصوصيات بعضها البعض، ولثقافة ولحضارة كل فئة، والأمس القريب الذي أنتج في 14 أذار صيغة، ولو أنها في طور النمو، إلا أنها قائمة على احترام السنة طائفة وأحزابا للشريك الآخر في الوطن، في حين يقابله في المشهد الآخر، حزب إلهي يصادر قرار طائفة ونصف أخرى، ويتحكم بالبلاد والعباد، وصولا إلى تحقيق الهدف الأسمى الجمهورية الإسلامية، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر